يتم الحصول على خل التفاح عن طريق تخمير التفاح فوائد هذه المغذية التي تم استخدامها للأغراض الطبية منذ العصور القديمة لا حصر لها ويتم اكتشاف فائدة جديدة كل يوم خل التفاح الذي يتم استهلاكه على فترات منتظمة يوفر فوائد لا تصدق لجسمنا ويسبب العديد من المشاكل الفيسيولوجية ما هي فوائد تناول خل التفاح كيف ومتى وكم يجب ان تستهدعونا نفحص معا يمكنك الاشتراك في قناتنا مجانا قبل الانتقال الى المزايا نحن هنا مع فيديو اعلامي جديد كل يوم ما هي فوائد تناول خل التفاح بانتظام نظرا لان خل التفاح منتج مخمر فانه يحتوي على بكتيريا بروبيوتك صديقة للامعاء مثل الاطعمة المخمرة خاصة ان الهيكل المتصلبة الذي يسمى ام الخل في خل التفاح العضوي يغذي البكتيريا المفيدة التي تعتبر مهمة جدا للجهاز الهضمي بالاضافة الى ذلك نظرا لان خل التفاح مطهر طبيعي فانه يقضي على البكتيريا الضارة في الطعام يسهل دواران المغذيات في الجهاز الهضمي ويمنع مشاكل الامعاء ومع ذلك فان حمض البانتوثنيك الذي يحتوي عليه يمنع مشاكل مثل الانتفاخ في الوقت نفسه نظرا لخصائصه النشطة يوفر خل التفاح الحماية من امراض القلب والاوعية الدموية بفضل مضادات الاكسدة التي يحتوي عليه يتطلب الامر مسئوليات مهمة للغاية لضمان التدفق الصحيح للدم عن طريق زيادة جودة تدفق الدم يخلق آلية دفاعية قوية ضد امراض القلب والاوعية الدموية يساعد على منع انسداد الاوعية الدموية عن طريق تنظيم كمية الدهون في الدم مع مساهماته في الدورة الدموية من ناحية اخرى يساعد خل التفاح على ازالة السموم من الجسم بفضل تركيبته الحمضية ويدعم بشكل اساسي عمل الكبد وجميع الاعضاء الاخر عند تناوله بانتظام فانه يرفع مستوى الرقم الهيدروجيني في الجسم خل التفاح الذي له فوائد لا تصدق لكل من الجهاز الهضمي وسكر الدم يضمن الجودة الوظيفية للانسجة واستخدام الانسجة الدهنية في استقلاب الطاقة بمجرد دخولها الجسم بهذه الطريقة فانه يسهل التحكم في كيو بالاضافة الى ذلك لخل التفاح تأثير قوي في خفض نسبة السكر في الدم عند اضافته الى الوجبات او السلطات فانه يزيد من حساسية الانسجة للانسولين ويخفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير في الاشخاص الذين يعانون من تقلبات في نسبة السكر في الدم تشكل جزيئات الجولوكوزي روابط غير مناسبة للبروتينات مما يجعلها غير صالحة للاستعمال هذه العملية تسمى جليكيشن في علم الطب يقلل خل التفاح من خطر تكون السكر مع حمض الفوليك والنياسين والاحماض المفيدة الاخرى ذات الخصائص المضادة للأكسادة يلعب الكرسيتين وهو فلافونويد موجود في قشر التفاح دورا مهما في تقليل الالتهاب في الجسم وتقوية جهاز المناعة يساعد فيتامين سي الموجودة في خل التفاح على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الجراثيم والبكتيريا كما انه فعال في التخلص السريع من الامراض مثل نزلات البرد بالاضافة الى ذلك بفضل المركبات التي يحتويها فانه يزيد من كمية الاستيليكولين والتي ترتبط بالتركيز وحل المشكلات وتحسين الذاكرة في الدماء اثبتت الدراسات ان استهلاك خل التفاح يقي من مرض باركنسون وهي حالة مرتبطة بانهيار الخلايا العصبية المتجة للدوبامن في الدماء في الوقت نفسه خل التفاح غني جدا بمضادات الاكسادات والفلافونويد وحمض الفينول ومشتقات الفيتامين بسبب هذه الخصائص فانه يظهر قدرات مضادة للسرطان من خلال حماية الجسم من الخلايا السرطانية التي تمتص الحياة فهل هناك ضرار في مثل هذا الغذاء النافع بادئ ذي بدء خل التفاح الذي ينظف السموم في الامعاء ويغذي البكتيريا المفيدة يمكن ان يسبب حرقة في المعدة واضطراب في المعدة عند تناوله بكمية زائدة دون تخفيق قد يكون شرب خل التفاح غير المخفف مشكلة للاشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة من ناحية اخرى نظرا لانه غذاء مخمر فان المستخلصات النباتية الغنية به تستخدم في الطب في عالم الطب اليوم لذلك اذا كان لديك ادوية تحتاج الى تناولها بانتظام فاستشرى طبيبك قبل اضافة مركبات قوية مثل خل التفاح الى نظامك الغذائي اذا كم وكيف تستهلك خل التفاح حدد الخبراء الاستهلاك المثالية لملعقة صغيرة من خل التفاح يوميا ثلاثة الى اربع ايام في اي اسبوع في ضوء هذه المعلومات يمكنك اضافة خل التفاح الى نظامك الغذائي والاستفادة من فوائده طويلة المدى اذا اعجبك مقطع الفيديو الخاص بنا فلا تنسى الاعجاب به والاشتراك في قناتنا اذا لم تكن قد اشتركت بعد ابقوا على اطلاع جيد